اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو اللي بشكل زاوية تربيع مع برج الدلو واش اللي موجود في برج الثور اورانوس فمعناته اول دخول للكوكب بمجرد ما وصل لدرجة ثالثة رابعة بيعمل زاوية تربيع مع كوكب اورانوس وهنا بصير منتحس ماشي ولما بصير منتحس يبل ما يفك من زاوية التربيع بيكون شكل زاوية الاقتران مع زحل عشان هيك بصير منتحس هاي اشي طبيعي حتى لو كان موجود جدي وهو موجود بالجدي كان منتحس هو موجود بالقاوس بيكون منتحس نفس الشيء يعني وين من وجد زحل هو بيعمل انتحاسي ولكن زاوية التربيع زادت من زاوية الانتحاسة لدرجة اعلى منها هذا السؤال الاول السؤال الثاني اشخاص بيسألوا بيقول لك ايش يعني قص الشعر العلاجي يعني نذكر احنا قص الشعر التجميلي وبرضو منذكر قص الشعر العلاجي قص الشعر التجميلي هو القص العادي يعني واحد راح على صالون او وحدي راحة على صالون يارت لها قصي لشعري او صبغي لشعري او حني لشعري هذا اسمه قص عادي تجميلي ما اله اي علاقة باللي احنا منحكيه ولكن هذا القص اذا اجع في وقت غير مناسب بيبطئ عملية النمو يعني بصير انه صعب انه ينمو الشعر بدرجة سريعة فبصير بطيء الان القص العلاجي هو لمعالجة هذا الاشي يعني اللي هي الفترات اللي يصلح فيها قص الشعر لعملية الانبات وخصوصا للشعر اللي بيكون فيه تقصف او تساقط او ضعف بصيلات او اشياء مثل هيك فبنيجي بنقول هذا اسمه قص علاجي عشان يعالجوا الضعف او المرض او التعب اللي موجود في الشعر ويصير نمو اسرع ولو اخذوا علاجات لغزارة الشعر او كثافة الشعر في الفترة هاي مناسبة طيب امتى الوقت المناسب لهاي الامور الان احنا بناخد الوقت المناسب عادة بطريقة عادية يعني لو ما بتكوا تسمعوا انتوا اللي انا بحكيه بطريقة عادية في مراحل نمو القمر يعني القمر منه جرد ما بلش هلال لحديت ما يوصل قبل البدر بيومين هاي مراحل النمو احنا بنسميها وهي لانبات الشعر لمعالجة الشعر لعملية القص العلاجي القمر لما بصيري بعد النص الثاني من الشهر اللي هي بعد البدر وببلش يتناقص هذا لا يصلح في القص العلاجي هذا يصلح للقص التجميلي وخصوصا لما بشكل القمر زاوية اللي هي تسديس او زاوية التثليث زاوية التربيع لا يصلح فيها ماشي يعني يتلف الشعر او بصير في سوء بانبات الشعر في زوايا تربيع للقمر خلينا نروح بما اننا جاوبنا على هدول السؤالين نشوف ايش توقعتنا لهذا اليوم طبعا اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء 29 اذار مارس القمر موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 وتسعة وخمسين دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر طبعا احنا الان في فترة خلو مسار خلو المسار بدأ الساعة 22 وعشر دقائق عصرا بتوقيت جرينيش من عصر اليوم الاثنين اللي هو موعد بث الحلقة ورح يستمر خلو المسار هان حتى صباح اليوم الثلاثاء يعني لغاية الساعة 34 و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش هذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي ما بين الان موعد بث الحلقة خلينا نذكر لغاية الساعة 4 ونص صباحا فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الان القمر ما زال موجود في برج الدلولة غاية ساعات الصباح لا ينتقل لبرج الحوت فمعناته مدة طويلة فنظل نشعر اننا احنا بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في زاوية بطيئة اللي هي ذروتها راح تكون الان يعني بعد ساعات من موعد بث الحلقة من مساء الليلة اللي هي ليلة الاثنين زاوية الاقتران السلبية هاي راح تكون بين الزهرة وبين زحل ذروتها ساعة سبعة وست وعشرين دقيقة مساء من مساء الليلة اللي هي ليلة الاثنين ولكن تأثيرات هاي الزاوية راح تستمر لغاية يوم واحد وثلاثين ثلاث طبعا سلبيات هاي الزاوية انه بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة بهاي الفترة وبتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوجات مؤسسات الدولة والصناعة الثقيلة والصناعة الحرافية بسبب الاهمال والتكاسل اللي راح يغلب على الموظفي هذا القطاع وبيقلل من عطائهم بعض المؤسسات المالية مثل البنوك بتعرف نوع من انواع الاضطرابات في المداخيل بسبب التبذير او سوء التدبير يعني برضو الاسهم والبورصة والامور هاي برضو فيها نوع من انواع الذبذبة وفيه نوع من انواع المعاناة في المجال الفني اللي ممكن يكون فيه نوع من انواع الكساد وقلة المبيعات وبتقلل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس اكثر للتحفظ وبزيد الالتزام الناس وبرضو في هاي الفترة بصير الناس بتتقيد بالتقاليد والاعراف الاجتماعية بشكل اكبر الساعة 4.31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وباستقر في برج الحوت عشان هيك بصير تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيدا عن عين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بوس عن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير بالنسبة لزوايا بطيئة طبعا اليوم ما في اي زوايا بطيئة لانه بتتشكل هاي الزوايا ولكن دروتها ما بتنذكر اليوم بكرة بكون في ذكر لا الها بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا من الان موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين بطت الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية اما في ساعات صباح يوم الثلاثاء وما بعد الاعضاء اللي بتصير اكثر حساسية اللي هي القدمان اصابع القدم الغد النخامية والغد الصنوبرية الاندروفين اللي هو هرمون مسكن الالام عشان هيك الاشخاص بشعروا بالالام اكثر من الحجم الطبيعي بهذه الفترة اللي هي فترة وجود القمر في برج الحوت والميتالونين اللي هو هرمون مساعد على النوم ويصير فيه نوع من انواع الارق او القلق او الاحلام اللي ما لها اي تفسير يعني وبعد مرات بتكون مزعجة بالنسبة لهذا اليوم طبعا لا انه خلو المسار بانتهي في ساعات اللي هي الصباح الباكر فما بعدها بكون انتهى خلو المسار يوصى باجراء العمليات الجراحية ولكن ممكن انه المريض يحتاج شوية مسكنات فيها او انه يشعر بالام اللي هي بسبب وجود القمر في برج الحوت يعني حساسية الالم بتكون زيادة اكثر بالنسبة لهذا اليوم غير مناسب لاعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لان الزهرة ما زالت بشكل زاوية سلبية وهي منتحسة بشكل كبير يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ الحنة الامور هاي ولكن لا يصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا فطبعا اليوم ضاغط شوي رح يكون لانه رح تظهر بعض الاعراض او الالام لهذا اللقاح اللي بدي ياخده او المطعوم فعشان هيك بحاجة لنوع من انواع المسكنات بنادوا البرستيمول لمدة ثلاث ايام كل ست ساعات من المفروض الواحد ياخذ حبتين طبعا هذا اذا كان مجبر على انه ياخذ بفترة وجود اللقاح في برج الحوت ولكن اذا بيقدر انه يأجل للايام القادمة بيكون افضل بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس يوم واحد وثلاثين ثلاث بيبدأ في تمام ساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاثين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ستة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاث وحد عشر دقيقة صباحا بيصبح سبعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة تصير خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين اربعة طبعا سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الدلو بدو ينتقل للحوت حتى يوم واحد وثلاثين رح يمكث في الحوت هو الان سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات العصر تقريبا بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحمل حتى يوم احد عشر اربعة هو الان منتحس بسبب انه مراحل الانتقال منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية واخر ساعات المساء بتزيد نسبة السعادة الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة اربعة ما زالت منتحسة بنسبة 60% المريغ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 50% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوه في ساعات ما قبل الفجر أو في ساعات ما قبل صباح يوم الثلاثاء بين الأصدقاء واللقاءات والحوارات أو ترتيب لمناسبة معينة أو الاهتمام بمناسبة أو دعوة أو اجتماع عائلي بكون أو بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح من ساعات صباح يوم الثلاثاء طبعا القمر رح يوصل لبرج الحوت اللي هو بيت متاعبكم فبتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة لأنه أنتوا في الفترة هاي بتكونوا في أضعف وأقل أيام الشهر حض فلا ترهنوا على الحضوض أبدا وما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب اتوقعوا أنه يكون في نوع من أنواع الفوضى والتاخير أو خسارة لدى القليل جدا من موليد برج الحمل برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تخالفوا القوانين وما تجزفوا من الآن لغاية صباح يوم الثلاثاء من صباح يوم الثلاثاء بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا نوع من أنواع التعاون منهم وسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة بدوركم في نوع من أنواع التحالف يصير ما بينكم بين زملاء الأصدقاء الجيران أهم شنكو ما تبقوا واحدين أخرجوا للقاء الناس فهاي فترة اجتماعية ناجحة وبرضو ممكن تستغلوا معارفكم إذا كنتوا بحاجة لبعض الدعم أو التأييد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن لغاية صباح يوم الثلاثاء اللي عنده امتحانة أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد برضو بدكوا تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة أو حركتكم من الحوادث والمخالفات والأمور هاي طبعا الأجواء مازالت جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات يعني لغاية ساعات الصباح من ساعات صباح يوم الثلاثاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهاي يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شنكو تقدموا أفضل ما عندكم ممكن اليوم إذا اجتهدتوا زيادة تحققوا إنجاز أو تحرزوا نوع من أنواع التقدم ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب اللي إلها علاقة بالعائلة أو متاعب شخصية المطلوب منكم إنكو تكونوا على قدر المسئولية فهي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدكوا ما زال القمر موجود في البيت الثامن فبتركزوا على الحسابات المشتركة فعشان هيك متنعوا عن أي خطوة مالية لا تكفلوا حد لا تضمنوا حد ما تغامروا بالأمور المالية بالفترة أي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع فهو أيضا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن علاقات مع أشخاص خارج البلاد أو إلهم علاقات مع خارج البلاد كاتصالات وحوارات وتعامل تجاري مثلا وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر الاتصالات البعيدة الحوارات اللي إلها علاقة بالدين والفلسفة بترغبوا في التفاهم مع أحباكم برضو اللي عنده امتحان أو عنده مؤتمر أو عنده شيء بحاجة لإبداوجة نظر والفترة هاي ممتازة الأهم شيء أنكم ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات لأن الأضواء بتكون مسلطة عليكم أو لو أنكم تكونوا جاهزين لتحمل المسئولية هاي فترة إيجابية ومهمة جدا بالنسبة لكم برج الأسد بينصب اهتمامكم من الآن لغاية صباح يوم الثلاثاء حول تعزيز شراكاتكم علاقاتكم بالأزواج علاقاتكم بشركاء العمل حل بعض المشاكل تراجع عن بعض القرارات ولكن حاولو أنكم تضبطوا عصابكم بدون عصبية وبدون مشاكل أو حساسية من ساعات صباح اليوم اللي هو يوم الثلاثاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لما كسب مصدر شراكي أو تعويض ولكن بتكون تنتبهون أن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حذروا إهمال مقاطئ دارية أو قانونية لأنه أنتوا بالفترة هاي بحاجة لا استشارة ذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرتية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية برج العذراء واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولوا أنكم ما تبدروا لأي عمل جديد اضبطوا أعصابكم أثناء تعاملكم مع زملائكم بالعمل وبرضو بتكون تنتبهوا لصحتكم لأن طاقتكم ضعيفة طبعا هذا الأمر من الآن لغاية صباح يوم الثلاثاء من ساعات الصباح بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم القمر بصير مقابلكم تماما يعني الإيجابية فيه أنه يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة لا خطة لا فكرة لا اتفاقية ولكن إجمالا بما أنه القمر مقابلك تماما معناته طاقتك ضعيفة أنت بحاجة بهذه الفترة لضبط الأعصاب لأنها فترة صعبة وممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر وعشان هيك برضو بتكو تحاذروا من بعض المشاكل بتعتبر فترة صعبة لأنه القمر مقابلك تماما برج الميزان بتظل العاطف قوي عندكم وبيميلوا أحبائكم للتجاوب معكم ولكن بتكو تحاولونكم ما تفرضوا سلطتكم أو سيطرتكم على أحبائكم وبرضو ما تجازفوا باللهو والترفيه بالفترة هاي يعني ليش أنوا فيه أنتوا في فترة دخلوا مسار في ساعات صباح يوم الثلاثة القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس طبعا بيبدأ العمل بتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هاي يوم مناسب إلى ممارسة نشاط بدني لإنجاز بعض الأعمال بالمساعدة ما بينك وبين زملاكو في العمل فعشان هيك لو كنت لحالك ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط فعشان هيك حاول إنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية اطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا فعشان هيك لازم تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم حاولوا إنكم ما تشتروا أشياء مهمة وضرورية لأنها فترة خلو مسار إلا إذا كنتوا متفقين عليها ما قبل خلو المسار ممكن تظهر بعض يعني هيك العصبية أو الحدية أو سوء التفاهم أو النقاشات الحادة ما بينكوا بين أحد أفراد العائلة أو تتوتر بسبب مسألة ما من ساعات صباح اليوم الثلاثاء بتجتازوا فترة ممتازة جدا وفترة إيجابية بتبعث على البهج والإنشراح لأن القمر صار في البيت الخامس بيت الحضود فبوسعكم ومارسة نشاط فني أو الأمور العاطفية تقرب من الأحبة بدعوكم للإبكار في نشاطاتكم وعدم التلك حضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل ممكن اليوم تطلق مشاريع جديدة أو تنطلق تتلقى إيجابية أو إشارة مهمة يعني اليوم الحظ حليف لإلك قوي جدا وكل الأمور إن شاء الله ميسرة برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا اللي بيعب عنده امتحان بده يركز بشكل جيد أثناء تنقلاتكم وحركتكم بدكوا تركزوا برضو بشكل جيد لأنه عرضة للإصابات عرضة للمخالفات عرضة للعصبية والتسرع فضبط العصاب مطلوب من الآن لغاية ساعة الصباح من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم لأن القمر بصباح يوم الثلاثاء رح يصير في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة فالتركيز كله رح يكون على المسكن وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات والعصبية والمشاكل ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر طبعا على تكرار المحاولات ففي الفترة هاي ترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير ولكن زي ما حكينا ضبط الأعصاب مطلوب برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا من الآن لغاية صباح يوم الثلاثاء بدكوا تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو بعض الأمور اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ من ساعات صباح يوم الثلاثاء بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات وهي فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وهي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجحوا بطرح موضوع حساس وتقدموا على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب بشكل كبير برج الدلو طبعاً أنتوا اليوم نشيطون مع هيك بيتحاولوا من الآن لغاية ساعات الصباح نكونوا ما تبدروا لأي عمل جديد بل وصلوا أعمالكوا اللي بدأتوا فيها من قبل لأنه القمر في مراحل انتقال وخلوقه مصار بدكوا تركزوا بشكل جيد من ساعات صباح يوم الثلاثة القمر رح ينتقل وصير في بيت البال فبتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة فعشان هيك حاولوا انكوا تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما بتستعيدوا الثقة بالنفس ولكن بدكوا تحاذروا من المبالغة بمصاريفكم بعطاءاتكم ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة اليوم بشكل مفاجئ فعشان هيك بدكوا تكونوا حذرين برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات صباح اليوم الثلاثاء يعني من الآن لساعات الصباح بتظل القمر لأنه موجود بتدلو بيت المتاعف الأمور ضاغطة شوي من ساعات الصباح بتبدأوا يوم فيئة هذا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم هاي فترة تعتبر فترة بداية حافلة بالنشاطات بتنتظرك كثير من الأشياء الجديدة ممكن تدخل تعديل على حياتك هاي بداية فترة حافلة كثير ومفاجئة كثير وسارة كثير برضو ممكن تستعدوا فيها لورشة جديدة وبرضو تبدأ مرحلة جديدة مفيدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر